الشفايف بتاعته تعمله حاجة اسمالة ارتفاع في ضغط الشريان الرقوي حاجة في منتهى الخطورة ليه؟ لان العيل ده نايم بيتنفس كل شوية يحصل له توقف جزء للتنفس أثناء النوم هو بيتنفس كده هو نايم وبعدك شوية يوقف النفس ويكمل نفس تاني فالعيل ده عماله يتوقف التنفس توقف التنفس ده بيرفع حاجة اسمالة ثانية أكسيد الكربون في الجسم يعمل ارتفاع في ضغط الشريان الرقوي يبقى مشكلة تفهة وبسيطة مشكلة اللحمية تتحلي في خمس دقائق ولا عشر دقائق بعملية مع دكتور جراح أنفو أزن كويس تدخلنا في مشاكل كثيرة جدا تدخلنا في التهابات المتكررة في الأزن الوسطى تدخلنا في التهابات المتكررة في الحل تترفع ضغط الشريان الرقوي تنباهي لابنك لو سمحته لو لايتيه بتنفس من بقه وحصل له زي ضب شفيف ونشف على طول بعمال يشخر وعملك مزيكة حسب الله وهو نايم صحق أخته اللي نايمة جنبه أو صحق جران من كتر ما هو عمال يشخر يعرضي أنفو أزن لأن الطفل ده قد يكون محتاج استقصر اللحمية اللحمية بنشخصها بحاجتين بالأعراض اللي أنا قلتها الطفل بيتنفس من بقه وسعب بنعمله حاجة اسمها أشعة منظر جانبي علشان يشوف اللحمية اللحمية ما بيبانش بالكشف يا جماعة اللحمية دي نسيج لنفاوي موجود خلف الأنف فبيتشخص أننا حاجة من حاجتين يعمل له أشعة لكن لو الدكتور عنده منظر ده ويبص على اللحمية ويشوفها متضخمة قفل مجرى التنفس شليها يقولك تمها ممكن ترد تم ترد حتى لو ردت اللحمية تاني بعد سنة ولا بعد سنتين بس أنا عايشت العيل في سنتين في أمان ما ينفعش اسمها أننا إيه مش هشيل اللحمية عشان احتمال ترد تاني بترد في حالات قليلة حوالي 5% من الحالات بس بعد سنتين ولا حاجة بس عايش العيل في أمان سنتين ما يحصلوش التهابات متكررة في الأزر الوسطى وما يحصلوش ضغط أو ارتفاع في ضغط الشريان الرئي ونتيجة اللحمية اللي حضرتك سايبها طفلي تاني موسيقى